نروح للخبر البعض ومدير بيوافق الموظف على أجازة ليه؟ تخيلوا المدير وافق له على أجازة عشان إيه؟ علشان يتفرج على سبايدر مان في السريمة نشوف التفاصيل مع بعض أخبار من النوع ده الحقيقة حلو أن نشوفها الأيام دي جميل أننا نشوف مدير عنده ولو زر واحدة من الإنسانية تجاه اللي بيشتغلوا معاه ومش بيحطوهم تحت ضغط شديد من مدير متصق مع نفسه الحقيقة ومع ذاته ومش واحد مريض جاي يطلع أمراضه كلكيعه النفسية على الموظفين والحجة إيه بقى؟ الحجة أصله المدير يا جماعة لحد ما خليته الشعب يضرب فيه كل أمثل ويقول أربط الحمار مطرح ما صاحبه عايز للأسف الشديد مع التحفظ على المسك بنقول ده لكن بعد الخبر اللي انتشر النهاردة عن انتحار رجل عنده 42 سنة داخل محل اللي عمله ليه؟ ليه انتحر علشان مديره للأسف المجرم المريض النفسي قصم منه حوافز قال إيه السبب علشان بيروح الحمام كتير افرد عنده السكر يا شيخ عاد إيه جعني الأزمة؟ الرجل المنتحر ده اسمه نور يشتغل كل سنتر في إحدى الشركات بمنطقة التجمع الخامس عنده أسرة وولاد وعليه ديون وتحمل الإهانة علشان يسد ديونه ديه ولما فاض به من مديره المجرم ده هو انتحر مش سبب طبعا ما نقدرش نقول ان ده مبارل الانتحار لكن هنقول حسب ان الله ونعمل وكيل في كل مدير مجرم ما عندوش رحمة ولا زرة إنسانية حسب ان الله ونعمل وكيل في كل مدير جاهد بيضغط على الناس وبيستغل حاجتهم ومعزتهم للفلوس عارف انه مديون وعارف انه عنده ولاد وفرقابتكم لحمة زي ما بيقولوا ليه تخصم له حوافز بالسبب؟ ياريد السبب مقنع ياريد السبب هو عمل مشكلة أو عمل حاجة انت بتعاقب عليها لا ده علشان بيروح الحمام كتير هو الحمام يا جماعة كمان بقى بفلوس وانتو مش عارفين ان كتير من الأمراض من أعراضها انه يدخل الحمام كتير ما سألتش حتى على حالته الصحية هو في سنة يعني لا صغير قوي ولا كبير قوي بس ممكن يكون تعبان انا مش عارفة انت ضميرك فيه ايه ومش عارفة انت قادر تنام ازاي طيب نروح لك